جوزي هو اللي سعادق اعتقد 2006-2007-2008 في مباراة الكاس بتاعت بيترول اسيوت كنت موجود مع الفرقة كان مستر جوزي هو اللي مسعادق وبعدها كبت الحسين بدري على طول مكمل مع كبت الحسين كملت شوية بقى مع كبت الحسين كملت مع كبت الحسين ولعبت مباراة الاهلي اعتقد 4-3 3-3 سؤال 3-3 لما بركات جاب جون ومتعب متعب اتنين وبركات واحد متعب اتنين وبركات واحد في اخر المتش تفتكر المتش ده برضو كان حلو اوي جدا جدا انا كابتن يعني من احلى المتشات اللي انا بتنافع في حياتي كنت بتلعب ايه كنت بتبع عبد الفندر مش باكرايت يعني اصلا ساعد بجد لا انا بدأت الفندر وبعدين روحت رؤية احباكرايت ما كان احمد علي احمد علي احمد علي انا اتنقلت باكرايت اوكي فيعني المتش على حساب سير المتش كده بس انا بادئ الفندر انا بدي وحصانا وحصانا وعشور جنب بعض احمد علي ما كانش موقف ووفق قوي احمد علي لاعب الزمالك لا احمد علي البقرة احمد علي بتاعنا اه 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 تم تغييره فانا رح ترقى ناعة النمية بس بتفكرك بايه المباراة دي لا انا احنا مباراة حياتي يعني نعم يعني الناس فكرها باللي انا وقفت ورفعت ايدي ورفصيت بس انا مع النفسي انا كنت راضي عن نفسي جدا في الموضوع والله الناس فكرها ان انت اه عشان وقفت يعني في جول اه بس اه هو يعني ما حدش موجود معنا في المرأة انا وقفت عشان كان فيه قائد في خط الدفاع كابتن واي الجمعة قالك اوف فانا وقفت على نفس الخط انا موائل اه بس اه بس اولي وبعدين لدي احمد علي مغطي خطوتين فاتضربنا كلنا بالوفصيت وبعد كرة تعرف كابتن واي الجمعة معلش معلش الموائل قدام الناس كلها فالبس تجون يعني لحد دلوقتي ماشي معي لأ وقل لوش حل في الحاجات يعني بقى هو لغلطان والكرة جاية ومعدية من فوق دماغه وبتاع بعدين يبصي لك وراجع مطبطب عليك ماليش ايدي كبيرة هو فراجع مطبطب عليك كده موائل مطش ده وردف يعني كان احمد غفر خطف منه الجنة وبتاع احمد طبطوع على احمد عد العماني معلش احمد عدان فاحمد لبس الاولاني عشان كده وقل من الناس اللي يعني حفظين جدا ان هو بيعمل ايه بس يا كبير بتطمن وهو موجود لا واقع متطمن جدا انا بشوفه الاعظم يعني في المكان بتاع الاستوبر ده في 3-5-2 لا واقع الجمعة يعني متطمن جدا وهو موجود في دارك بتحس ان انت فعلا وهو في دارك انت متطمن يعني حتى لو كرة عدت منك تلعبت من وراك لا في حد انت وانت مغمض عنك في حد مغطي لا اتخيل عماد النحاس والجمعة شادي احمد السيد محمد سامير بعد كده يعني فكانت مجموعة جبيرة جدا ومجموعة لها اسمقها كلها في هذه الفترة